يا زيت الزيتون، ما الذي جاء بك إلى طاولة الملوك؟ لأنني ملكة ماذا؟ هل أنت جادة؟ لا لا، أنت تتواهمين، أنا الملك وهذا مكاني أنت لا تعرفني، لذلك لا تصدقني، ولكن كل الناس يضعوني على طاولة الملوك لأني أستحق هيا، كف عن هذا، سببت لي الصداع، ولماذا تستحقين إذن؟ لفوائد العظيمة يا بقدونس، فأنا غنية بالدهون الصحية ولا أسبب تراكم كولسترول وأعزز صحة القلب وأحارب اضطراباته كما أنني أكافح الشيخوخة وأقلل من علامات التقدم بالسن وأحافظ على صحة الجهاز الهضمي وأمنع حدوث الإمساك أوه، هل أنت جادة؟ أنا لا أصدق كل هذا نعم يا بقدونس، ليس هذا وحسب، أنا أيضا أساعد على فقدان الوزن وأحافظ على صحة الشعر والأضافر، وأمنح البشر رونقا وأقوي عمل جهاز المناعي، كما أنني أحارب الأمراض الجلدية وأرطب الجلد أوه، يا إلهي، أنت حقا ملكة مميزة، أشعر بالخفقان توقفي هذا يكفي كم أنت غيور، سأهدأ من روعك وأقول لك السري الخفي، لكن أرجوك لا تخبر به أحدان نعم نعم بالتأكيد أخبريني، أنا صندوق إسرارك ولن أخبر أحدان إن الإفراط في تناولي يسبب حب الشباب ويرفع من مستوى كوليسترول ويسبب الحساسية والطفح الجلدي، وقد يسبب الالتهابات أيضا آها، أنا ملكة وأنا وأنا تتباهين بفوائدك وتسترين عيوبك إذن سأفضح عمرك أيها المكارة لا، توقف، سوف أدهسك أيها المكشكش بخضم خ ، إظهري بخضاء مِن الأسلاة يمكن توقف